أعلن الجيش الإسرائيلي عن اختيال قائد الوحدة الصالوخية في القطاع الغربي لقوة الرضوان محمد حسين شحوري في بلدة كفردونين جنوبية لبنان وضاف الجيش في بيان أن محمد شحوري كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ عمليات عدة لإطلاق قذائف صالوخية نحو إسرائيل من منطقة القطاع الأوسط والغربي في جنوب لبنان اشتركوا في القناة